في طار أشغال الدورة 57 العادية لمجلس حقوق الإنسان تحت رئاسة المغرب قمنا كمنظمة غير حكومية بعدة عنشطة إن كان على مستوى رفع تقارير مكتوبة أو على مداخلات شفاهية أمام المجلس كذلك اللقاء بمجموعة من الميكانيزمات والآليات الأممية كسواء مجموعات العمل أو المقرر الخواص المكلفين بقضايا معينة أبرز هؤلاء كان المكلف بأشكال الرق الجديدة أو أشكال الرق المعاصرة بحيث تحدثنا عن وضعية هذه الظاهرة على مستوى العالم ولكن بالخصوص على مستوى شمال إفريقيا وفي المناطق التي تعرف نزاعات مسلحة لم تفوتنا الفرصة إلى التذكير بأن هناك من لا زالوا يعانون من هذه الظاهرة على مستوى مخيمات تيندوف تحت قيادة مجموعة المسلحة البوليزاريو على التراب الجزائري بحيث أنه سيتم إن شاء الله تقديم تقرير عن هذه الاختلالات خاصة مرتبطة بظاهرة العبودية ثم العمل على التواصل مع الجزائر عبر الآليات الأممية من أجل احترام مواثيق الدولية والمعاهدة الدولية التي وقعت عليها بحيث أن هذه الاختلالات وهذه التجاوزة تقع على التراب الجزائري وبالتالي لا ينفع الجزائر هنا أن تدعي أنها فوضت سلطاتها القضائية والإدارية إلى مجموعة مسلحة ثم كذلك عدة لقاءات ونقاشات مع الأنشطة الموازية التي تعرفها هذه الدورة في عدة مواضيع سواء كان بالارتباط مع نقطة الاختفاع القسري أو مع نقطة المرتبطة بتجاوزات حقوق الإنسان التي تعرفها مخيمة تندوف ثم في الآن نفسي الحديث عن وضع الحقوق في المغرب الذي يشيد به الجميع على مستوى عدة مستويات في هذا المجلس وكذلك كل المغرب هو دولة يمكن أن يحتذى بها على مستوى الإقليم وعلى مستوى الشمال الإفريقية كونها دولة تحترم حقوق الإنسان وكونها أيضا دولة منفتحة على الآليات الأممية من أجل تعديد الترسان القانوني والإدارية حماية لحقوق الإنسان